دلوقتي جمعتكم مع التوليفة مع أحمد مراد برعاية آيريد على نجوم أفقام ولجوم أفقام تيفي نجوم أفقام على كيفك يا مساء الورد زيكم وحشتوني جدا جدا نهاردة يوم مميز عندي عادة كده من زمان بحبها جدا إن أنا دايما نحب أعرف اليوم اللي أنا عايشه ده فعلى مدار التاريخ اللي فات كله حصل فيه إيه؟ ساعات بيبقى الواحد بيعدي بيوم عادي مثلا طالع فيه يوضف مول كده يشرب أهوة بس اليوم ده مثلا تولد فيه شخصية أسرت على حياته وما يعرفش وناس يقول لها كل سنة وانت طيب شخصية ممكن تكون مشت كمان بس الواحد بيبقى بيحب ويقدر الشخصيات دي وممكن تبقى فيه حرب كبيرة جدا في نفس اليوم ده أسرت على المكان اللي أنا قاعد فيه في هذا المول عشان أشرب الأهوة بتاعتي بس كان فيه حرب جامدة جدا في الوقت ده فأنا بحب قوي أتابع ده وبسيشن كده لطيف يخليني أعرف التاريخ فيه دايما سايتات كده اللي هو إيه اللي حصل النهار ده ونقدر نتابعه فمن هنا أقدر أقول إن النهار ده يوم عجيب بصراحة يعني 26 يوليو ده يوم بيحمل كتير قوي من التغيرات الكبيرة المجتمعية على أقل هنا في مصر وطبعا لما بقعد أرجع كده الأحداث بجد أن فيه قصص كتير قوي وراء هذا اليوم هما بيبقاش لعبة اليوم قد ما هو لعبة ما قبل هذا اليوم إلا حصل عشان يؤدي إلى النتائج اللي إحنا بنشوفها النهار ده فمثلا لما بقعد أبص كده إلى فكرة مثلا تأميم قناة السويس تأميم قناة السويس 26 يوليو سنة 56 هذا التاريخ النهار ده مش تاريخ عادي خالص لأنه في نفس هذا اليوم إحنا عملنا حركة أصاد قوة ضخمة جدا جدا نمكن استها جدا وأنا بشتغل على رواية 19 مع الإنجليز وبعدين كيرا والجن برضو هذا الفيلم فلما النهار ده ببص للي حصل وراء بالنسبة لفكرة القناة السويس والتدعيات بتاعة الموضوع إزاي قدر التحرك القضية بشكل كبير أو تودينا في حتة تانية أو الخطورة اللي كانت علينا بجد أننا قاعدين عادي جدا يوم تلتة عادي جدا فيش حاجة بس في نفس اليوم ده كانت مصر بتتهز وبتتنطط والناس كانوا بيعملوا عميل في الشوارع إحنا ما نتخيلهاش خالص ولا قادرين نقسها بشكل كويس وعشان نقدر نفهم ده لازم نرجع بالزمن شوية وراء حبة عشان نفهم الأحداث دي وصلتنا لليوم ده 26 يوليو إزاي عندي كمان قضية مهمة جدا أنه طبعا في مثل هذا اليوم 26 يوليو رحل الملك فاروق عن مصر بعد ثورة 23 يوليو لأي قبلها بتلاتة يام الراجل طبعا في الآخر اتجه من مصر إلى إيطاليا وتبدو حركة بسيطة في سفر رجل على ناقية اخت المحروس وطلع بي لغاية إيطاليا هو أسرته بس حيث الأمر دي إرا جديدة بدأت حياتنا فيها ويمكن دي لأول مرة حاكم أنا معترض على الكلمة دي أوه بصراحة أنه حاكم مصري لأول مرة الملك فاروق كان مصري لأنه هو أب عن جد عن جد كان قاعد في مصر فده خلاص انتفى فكرة أنه هو من نسل ألباني ولكن تعالوا نقول أنه يعني إحنا هنصنف النسل المصري هو أنه هو مصري من ساعة ما بدأت الخليقة ونقول أنه هو لازم يكون فلاح مصري أصيل عشان نقول أنه هو مصري مش راجل فيه خواجة أو كده فده الأول مرة من أول الأسرات الفرعونية يمكن من آخر الأسرة التلاتين يملك بني آدم مصري فلاح مصري حقيقي يملك هذه البلد أو يقدر يتحكم في مقدرات هذه البلد فده برضو كان في نفس هذا اليوم اللي بدأ رئيس محمد ناجيبيا تولى في السلطة وتلات طبعا رئيس جمال عبد الناصر فبرده ده يوم قاعدين إحنا كده يوم تلات عادي وأنا قاعد في الراديو بنهزر وجاي في العربية بسمع ميوزيك وراجع عادي بس في اليوم ده في مراجيح حصلت كبيرة جدا جدا في بلدنا وإحنا طبعا مش قادرين نتخيل كم التدعيات طبعا الحدث الثاني حصل في 52 فلما بنيجي نمسك الحدثين دول وعشان نفهمهم عايز أعلمكوا طريقة لطيفة أرجوكوا تقبلوها بصدر راحب يعني لقراءة التاريخ التاريخ بتقري بتلات جهات مهمة جدا أول جهة لقراءة التاريخ هي أن احنا نقرأ الحدث بشكل سياسي عادي جدا يعني ويكيبيديا مود بطريقة طبيعية وبعدين لازم نغرأ جدا في أراء المؤرخين اللي كتبوا اللي عاشوا اللي عصاروا هذي الفترة نقرأ اللي بيكره ونقرأ اللي بيحب يعني نقرأ الجهتين اللي مين والشمال اللي هو دفنت لي مفيش واحدة فيهم تقدر تصنف نفسها أنه أنا الصحة والحاجة التالتة أن احنا نقرأة السيارة الذاتية للناس اللي عاشوا في هذه الفترة عشان نفهم الدنيا ماشي ازاي وعشان نستوعب اللي حصل بالزبط احنا لازم نرجع سنين طويلة وراء نجري بعض الشيء وراء عشان نفهم هو موضوع قناة السويس ده عشان يتحقق ازاي وببساطة شديدة بدون يعني كلاكيع عشان نفهم ايه مدى القوة اللي كانت فيها هذه القناة وليه اتعملت وبعدين نفهم قد ايه كان صعب جدا على تقبل الغرب انه فجأة بين يوم وليلة أثناء خطاب للرئيس عبد الناصر واقف على منصة بيتكلم وهو بيقول كده الكلام ما حدش متخيل انه في قوات رايحة تستولي على مبنى قناة السويس وتحط ايدها عليه علشان نقول اكبر دولة في العالم في هذا الوقت او احدى اكبر الدول في العالم في هذا الوقت الامبراطورية البريطانية نقول لهم يلا جماعة تكلوا الله احنا مش عايزينكم معانا هنا وده طبعا حدث عمره ما هيكون سهل بالنسبة لامبراطورية بالحجم ده هي على فكرة بمناسبة هي اكبر امبراطورية في الارض يعني انا ما قلت ده في الفيلم ما كنتش بهزر هما وقفوا قصاد اكبر امبراطورية في الارض بمعنى ان اكبر رقعة مقارنة من اول الحضارة الفرعونية الاغريقية الرومانية الدولة الدولة العرب اللي هي الفتح العربي كله على بعض بالفتحات الاسبانية بفتحة حتى امريكا انجلترا تعتبر اكبر احتلال لان هي مسكة من استراليا لغاية انجلترا لغاية نيوزيلندا وارلندا وكل اللندا اللي في الدنيا كانت تابعهم ومستعمرات كتيرة في افريقيا منهم كانت مصر والهند وده حجم طبعا غير طبيعي كل ده كان الامبراطورية البريطانية تخيلوا ان حد يجي يقولها لا اتكلوا على الله كان لازم يكون في حسابات ودائما بقول انه اصعب حاجة البني ادم بيعمل على نفسه في القرارات الصغيرة هو انه هو بياخد القرار ومتخيل انه ما فيش اي حاجة هيدفعها يعني انا عايز اعمل مثلا نقلة من شركة لشركة بس عمل الان مثلا انه هناك ما فيش جاراج وانه انا مرتب اقل الف جنيه وان انا عايز انا زعلان جدا عايز ينقل من شغل لشغل ويجد انه الجاراج احسن والمرتب احسن والضل احسن والتكيفات افضل والمدير الاز والسكرتيرا اجمل وكل حاجة تتحول لشيء جميل بمجرد انه عمل انتقال هو مشوخ باله خالص انه دايما فيه بايمنت فيه تمن انت بتخسر شيء وبتدفع تمن شيء عشان تاخد راحة بال بتخسر مبلغ عشان تاخد حياة سعيدة بتخسر مشوار بعيد شوية بس بتكسب اصدقاء افضل احنا دايما طول ما احنا بنلعب في الدنيا بمنطق المقايدة احنا مبسوطين ايما بنلعب منطق ان انا عايز ااخد بس ما تديش اي حاجة خالص بنخسر وهو ده القرارات الرهيبة اللي اتخدت في وقت قناة السويس من ايام اللعبة دي واحنا تحملنا كتير وكان فيه خطورة شديدة يمكن ما كانتش محسوبة بس في الاخر الراجل ده اللي مسك مصر في الوقت ده كان راجل رتبته بسيطة كان بيكباشي يعني راجل كده في سن صغير جدا وبدأ يعمل يتولى حكم بدولة كانت تحت استعمار بنفس الناس اللي معاه اخطأ كتير وعنده قرارات كتير كانت كويسة وبقول دايما انه ما ينفعش نحاسب الناس وحنا عايشين في 2022 لازم نمص للي حصل في الوقت ده علشان نقيسه بمقاييس الوقت ده ونبدأ نفهمه حتى لو رجعنا على العهود الملكية هنجد قرارات غريبة جدا جدا هنسمع عنها شوية كمان شوية وبعدين بعد شوية هنكتشف ان هي في وقته ده كان يبدو ده العادي بتاع هذا الزمن زي ما بقول دايما انه حتى ايفن جرائم الحرب اللي بترتكب كانت في فترة الحرب العالمية التانية كانت بتؤسس لفكرة يانها ربي انتو زي تعمله كده وبتاع دلوقتي احنا بنقول اه كده حقوق الانسان عادل لنا بالوحدة ولا ازاي والحقوق المرأة وبتاع فيه زمان ما كانش فيه مرأة اصلا يعني مفيش حاجة اسمها تروح تنتخب بما تنزليش من البيت اصلا يعني كان فيه الزمن ده ومكانش حد بيقول حاجة البشرية لما بتتطفق على الخطأ او الصح بتتطفق كلها وبتمشي وبتاعها تزق بعضها فالمقارنات هتبقى صعبة جدا وطبعا فيه كتاب اخير اريد فيه جملة لطيفة جدا يعني طالع تبع عالم المعرفة الكتاب ده بيقول بيقول حاجة مهمة جدا انه المقارنات هو بيكلم على العدالة الاجتماعية بيقول ان المقارنات اللي موجودة ما بين الناس وبعضها في الشعوب مقارنات ما ينفعش تتقال يعني انا ما ينفعش اقول مثلا ان فيه دولة في اسيا بسيطة صغيرة جدا جدا الدولة دي متوسط الاعمار بتاعت الناس اللي فيها مثلا 55 سنة مقارنة بالولايات المتحدة للاعمار بتاعتها في حدود 74 سنة لعمر الرجل المكتمل فلما نينفكر كده هو انا ليه علشان اقول ان دول اعمارهم حاجة وخمسين ودول حاجة وسبعين لازم اقارن بحاجة زي امريكا او اقارن بدولة تانية فيها هذه الاعمار يكفي ان انا اقول ان دول عندهم مشكلة في الاعمار لغة حاجة وخمسين بس ان انا اقول ان مقارنة بامريكا هو ده اللي هيبقى غريب شوية لان امريكا ليها ظروف والدولة التانية دي ليها ظروف والصحة هنا والمناخ هنا والحر هنا والأمراض هنا والتراكم الثقافي والتراكم المرضي والطب هنا وطبيعة الشعوب وسلوك الناس هناك في غسل ايديهم قبل ما يكلوا كل ده ما ينفعش اقول انه اصل يا بخت امريكا ينفعش اقول في الاخر انا بحسد امريكا ايو يا معلم من انتو عايشين من انتو دلعين وهكذا وبعدين ابتدي اقول انه مقارنة انتو اعتبر ظلمة وامريكا هي اللي واخد كل حاجة وانتو لأ البص دايما لحد غلط او المقارنة غلط هو ده اللي مقاعنا في ازمة مقارنة في يلا نخوض رحلة كبيرة بقى مع قناة السويس ومع اللي حصل في الفترة دي من رحيل الملكية ونفهم الزبط ايه الاتداعيات اللي محدش مركز فيها انتو مع التوليفة مع احمد مراد برعاية اي ريد على النجومة في ام ونجومة في ام تي في رجعنا تاني في التوليفة وبفكركم دايما ان برنامج التوليفة اللي بنزيعه كل يوم 3 من 8 العشرة انا اسم حمد مراد كاتب وبعمل هذا البرنامج علشان نقدر نفكك كل ما هو خاص بتاريخنا بحياتنا بالكتب بالسينما باي فنون علشان نقدر نستطعمها بشكل مختلف ونعرف التوليفة بتاعي تايزة ما روح لعطار كده نقوله ادينا بالزبط القرطاص اللي انت عامله ده متكون من ايه فلما مفهم قد ايه في فوائد او حاجات طعمها حلو بنقدر نطلب اكتر او نستطعم بشكل تاني او نشرب الشاي بتاعنا بطريقة مختلفة النهاردة في نفسه هذا اليوم في سنة 56 الرئيس جمال عبد الناصر وقف على منصة وقال يا جماعة انا هحاول انا اكون بحكي لكم بطريقة مفاش تفاصيل كتير تجعلكوا دمكوا بالتواريخ مش مهم هو النهاردة تم تقميم قناة سويس زي النهاردة بس سنة 56 الحدث بدأ قبلها بسنين طويلة جدا لما الحملة الفرنسية جت مصر في اواخر 1700 قبل 1800 بتلت سنين كده وقررت ان هي تحتل هذا البلد نعم اليوم بنافارت قعد في مكانه كده وبدأ يشوف العالم الجديد اللي بتكون اصاده هيروح فين طبعا بعد ثورة فرنسية ديموقراطية الرجل ركب في البلد بتاعته اصبح امبراطور قرر ان يخوض مغامرة قوية جدا لان هو يقدر يقطع الاتصال على الامبراطورية البريطانية اللي خادت الهند وطبعا وضعوهم ايديهم على الهند وامتلاكهم للتوابل اللي هو اعظم شيء حصل في تاريخ البشرية في الوقت ده اللي هو الناس كانت بتقعد على المواقب تتتنك بنيانها ربي ده انا عندي على فكرة فلفل وشطة ويا ابني الايه ده انتغاني بقى يعني كان فيه الحاجات اللي احنا رميانها النهار ده كده في الدولاب في المطبخ لا ده كان بالنسبة لهم واو زمان وده حدث معناها الرفاهية زي بالزبط اللي بيأكل مثلا حتى الشوكولاتة مرشوش عليها مسحوق من الدهب يعني بالزبط كان نفس الاحساس ده ففي الفترة دي الامبراطور ده قرر يوجه حملة كبيرة جدا بالسفن وطلع في سرية شديدة ونزل في ملطة وبعدين الاسطول الانجليزي شام الريحة فجري وراه فراح لغاية ملطة فلاقوا مش يبقى لخمسة ايام يا طرى رايح ناحية توركيا طرى رايح فين فقالوا لا ده شكل قوصل مصر نزلوا قابلي مصر قتاريه خد لفة طويلة وصلوا قالوا لهم حد جي جماعة كان هم عارفين حد خبط على الباب حد جي لكم ففي مصر قالوا لهم لا ما حدش جي ولا حد تفضلوا التكلوغلنت وما كانكم مش هنا حنا نقدر نحمي نفسنا راح الامبراطور الاسطول الانجليزي وراح الداخل بعدين الاسطول الفرنسي وبدأت الحاملة الفرنسية كل ده انا حكيته في الحلقة اللي فاتت مش عايز اصدعكم ولكن وجود الحاملة الفرنسية لمدة تلات سنين كان مؤثر جدا جدا في حاجات كتير واحنا فاكرين ان الطباعة بدأت من عندهم بس هم اخدوا مكنة الطباعة هم ممشين عملونا وصف مصف وده كان حاجة كويسة جدا كان فيه بعد كال مجمع العلمي اللي اتحرق نفس افهم حرقوه ليه يعني انا اتفهم اي شيء سياسي ممكن يحصل بس نحرق العلم ليه ده قصة اكيد ليهم مقرد معين جوه ده هنفكر فيه في يوم من اليوم مع بعض ان شاء الله في احد الحلقات المهم الراجل ده النهاردة في اللحظة دي قرر انه يرحل عن مصر بعد فشل الحملة بتاعته ولكن وهو ماشي ساب اثر مهم جدا العالم كله بدأ ينتبه لهذه الدولة اللي مش وليدة على فكرة مناسبة دولة قديمة وكلهم عارفينها جواس قوي كل تاريخهم مبني على علوم كبتيرة جدا جدا قدرت تخرج من هذي البلد للاغريق ثم الرومان ثم كل اوروبا بعد كده والاستنارة بدأت من اللحظة دي هم مجرد ما تخلوا عن الكنيسة اللي كانت عملالهم مشكلة كبيرة مع العلم يعني بدأوا يفصلوا لسلطتين عن بعض بدأ يحصل استنارة قوية جدا جدا ومن هنا اللعبة بدأت تتحرك ويقبروا واحنا نبتدي نتضاقل وطبعا الحكم العثماني اللي جاء علينا في بلدنا طبعا كان خمسمائة سنة اه او تلتمية وشوية سنة الاول طبعا وبعد كده خف ايدهم شوية بدخول الامبراطوريات علينا بس تلتمية سنة دول رجعونا قرون القرون وراء ولكن نابليون عامل بالزبط زي اللي فضح قوة مصر قدم العالم بدأوا يقولون يا جماعة دي بلد على بحرين بلد بتمثل قوة شديدة جدا في التواصل كانت المراكب بتيجي وتنزل وتتحمل تاني وتتشال على البر وتركب في البحر الاحمر وبعدين بدأ ينور كده مشروع قناة السويس المشروع دي على فكرة قديم جدا كان موجود في حاجة اسمها قناة سيزوستريس شبه وكده شوية بتصل ما بين الفرع بتاع النيل توصل حاجة النيل البيلوزي كده عشان توصل لغاية البحر الاحمر ايام الفرعنة ولكن ردمت هذه القناة مسكورة في التاريخ بتاعنا القديم معمولة بطريقة مختلفة بس فكرة اتصال النيل بالبحر اللي كانت موجودة كانت شبه اتصال البحر بالبحر عن طريق قناة السويس ده الفر ان هو من البحر المتوسط للبحر الاحمر وفي الوقت ده الدراسات كلها قالت لأ المنسوب بتاع البحر المتوسط اوطى من البحر الاحمر فمش هينفع انها تطلع لغاية هناك يعني كان فيه ازمة في المنسوب هندسية فتم ردم هذا المشروع ولكن العين اتجهت الى مصر جامد جدا يلا بنا نحاول ندخل لذلك الانجليز حاولوا يدخلوا بعد نابليون بنافارت ولكن محمد علي قدر يسيطر وصد زحف الانجليز الحاملة الانجليزية ومن هنا بدأت تتكتل فكرة قناة السويس قناة السويس طبعا تحركت من المنطقة بتاعة الحمل التقيل بقى ان هو يا ده حاجة صعبة جدا محمد علي رفضها ما عجبش الموضوع وبعدين جي بعدي عباس الاول وبرضه الموضوع ما تحركش وبعدين جي سعيد فبدأ في عهد الخديوي سعيد يتحرك كده الموضوع او ياخد طبعا كله عشان تبقى عارفين ان لقب خديوي ده اتخذ من ايام محمد علي كان بيقال بس مش رسمي كان عزيز مصر محمد علي وبعدين عباس خد لقب والي برضه كان موجود وبعدين فضل الخديوي ده موجود كاسم كده اخر لغاية ما اتسمى رسميا على الورق من الخديوي من الوقت الخديوي اسماعيل وده خدوا طبعا بعد مفاوضات مع تركيا بشكل كبير كل ده احنا مسيطر علينا من الدولة العثمانية عشان بس نبقى فاهمين الدولة العثمانية موجودة بس دخل الزحف الفرنسي وخرج جوم الانجليز ضربوا فينا وخرجوا محمد علي جيه ومش طيقهم واستقلب الولاية وهم كانوا يقدروا يعينوه كان موظف بس سألوه انا مش موظف انا هاعد زي ما هاعد ماليش دعوة اغلب الولاة في الوقت ده بيجي عودوا سنة سنتين وتقلوا على محمد علي رشأ لهم من سنة خمسة لسنة تمانية واربعين لغاية ما جاله او خرف شيخوخة فطبعا عشان يبقى فاهمين هذا الرجل غير مصر بشكل كبير جدا ولو اتبعنا في الكتابات كلها حتى المتنقدة هو بيقوله ان هذا الرجل خد من العلوم الفرنسية والخطط الفرنسية ومن الخطط الاوروبية وطور وطلع رفاع الطقاء الطاوي برا وجاب اكتر من ناس سفروا يتعلموا رجعوا بالطب وبالصيدلة وبالهندسة وجاب طبعا كلود بي اللي هو الراجل البلجيكي اللي قدر ان هو يطور الطب وعمل مدرسة ابو زعبل وبعدين مدرسة مدرسة طب طبعا وبعدين انشأ القصر العيني وعمل دفع قوي جدا جدا للطب في الفترة دي الراجل حاول على قد ما يقدر ولكن مشاقه نفسه يسفضل مقلقا مش عاجبه فعهد الخديو سعيد بدأ الموضوع يعجبه ومضى الورق المجحف اللي كانت الشركة النهاردة حطى شروط عليه من ضمنها هناخد الاراضي ببلاش هتشتغل انتم ببلاش يعني خدوا مننا حاجة والخديو عباس او الوالي عباس في الوقت ده كان معروف عنه ان هو رجل اي حد برجليك تتني في الشارع من الاجانب بيقدم شكوى بياخد مكافئات الراجل كان متساهل جدا جدا في ارضاء من الاخرين ومكان متسامح قوي وبيتنازل كتير والراجل ده مضى هذا العقد بشروط مكحفة على قدر القوة اللي قدر بيها اسماعيل انه يستقل كانت انه هو يحاول يصد هذه الشروط ويغيرها تهب جدا جدا سعيد ماكملش افتتاح قناة سويس ماقدرش توفى بعد مرض وبعد كده تولى الخديو اسماعيل الحكم وكان من اهم المشاريع الدولية اللي قدر يقوم بيها هي تكملة قناة سويس ودي ضرت القرن بتاعه وتولى سنة 1863 وقرر انه هو يكمل القناة اللي استقرت وبدأت تبقى جهزة للافتتاح بعد 6 سنين من الحكم سنة 69 بدأ يقول يلا نفتح قناة سويس تعالوا ناخد قنية ونهدي المكان ونرجع تاني نشوف اللي حصل في قناة سويس انتو مع التوليفة مع احمد مراد برعاية اي ريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي بي بنتكلم النهاردة في ذكرى تأميم قناة سويس وكنا وصلنا في اللينك اللي فات على طول اللي تابعونا ويقدروا تابعونا بعد كده على اليوتيوب وعلى طبعا نجوم اف ام يشوفوا التسجيل الحلقة انه لو احنا بنتكلم النهاردة على قناة سويس وصلنا انه الخديو ساعد بدأ بعدين خديو اسماعيل بدأ يكملها خديو اسماعيل قررين المصر نقل حضارية في الشكل كمان عمل امارة الخدوية كل المنطقة بتاعت التحرير ووسط البلد الميادين اللي حواليها كانت اللعبة بتاعت الخديو اسماعيل وبدأ يعمل طبعا انشاءات كويسة جدا جدا لم تطل الفلاح لان طبعا عشان يعمل انشاءات على وجه مصر كلها بيهزر يعني في الاخر البلاد بتقعد مئات سنين عشان تعمل ده هو اقترض كتير قوي عشان يطلع كل الاصور وكل الاشكال اللي تخلي مصر اوروبا جدا وينورها بغازل استصباح ويعمل شبكة مجاري جيدة وكمان كان اهم حاجة انه يعمل قناة سويس ويجملها وقناة سويس كانت مكلفة جدا بس اللي كان مكلف اكتر بكتير هو افتتاح قناة سويس المبلغ اللي استخدم ببناء قصر عمر الخيام اللي في الزمالك اللي هو فضوء شهير النهاردة وببناء طريق الهرم كله عشان الناس تروح تزور الاهرامات وببناء انشاءات كاملة في منطقة السويس عشان يبقى فيه فنادق واستقبال لكل ملوك العاملان وبعدين عمل حركة سياعة طلع بنفسه لأول مرة بدون ما ياخد اذن الدولة العثمانية خالص بدون ما ياخد اذن الاسيتانة وراح ادى الدعاوي بنفسه لملوك العالم وقال لهم انا بدعوكم لافتتاح قناة سويس هتيجو تعودوا اسبوعين ثلاثة بفخفخة شديدة ببوفي مفتوح بكل الحشة بتاعتكو يلا تعالوا عودوا عندنا طبعا السلطان العثماني جنن عليه بدأ يا عم انت انت مخدتش اذن مني وطبعا اذن لان انتوا بتدفعوا جباية سنوية وازاي ما بتدفع وليش في اسماعيل يروح لهم زيارة يديهم فلوس وبعدين يقول لهم طب انا عايز الناس اللي بتاعي ما يبقاش بقية العيلة عايز ولاد 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 ولادي هم اللي يمسكوا هذا الحكم وقدر يستولي على ده وغير اسم السلطان بدل ما ياخد فكرة كلمة سلطان او ياخد لقب مالك او كلام ده خد الخديوي ده لقب كبير جدا لقب شكله فرسي في الشكل بتاعه في المعنى بتاعه وقدر ان هو يحصل على هذا اللقب لانه في الوقت ده كان السلطان اللي ماسك كان اسمه عبدالعزيز وما كانش ينفع الخديوي اسماعيل يبقى اسمه عزيز يبقى هو عزيز والراجل في الاسيتانة اللي هو بيشغله اسمه عبدالعزيز العبد بتاعه فقالك لامشين فهتاخد عزيز مصر زي محمد علي نقي حاجة تانية وصلوا لمرحلة الخديوي دفع فيوز كتير قوي ودي من الحاجات على فاكرة اللي عملت مشاكل جند قوي في الخزانة بتاعتنا اتبنت قناة السويس وعمل احتفال مرعب لأيام كاملة بأكل في الشوارع للناس ومن بعد هذا الاحتفال مصر طلت على مستوى العالم في افتتاح رهيب مهيب خلانا منظور العالم كله لنا اتغير تماما ومنظورنا للعالم كمان اتغير بدأ الناس تشوفنا وبدأوا يبصوا لإسماعيل على انه احد الناس اللي هو شه بندر التجار بتاعه ايه الفلوس اللي انت بتطلعها دي كلها وده اثار حفيزة الناس كلها وبدأوا انتوا خلي بالكوا انه الثاري دايما بتحط عليه العيم شكل كبير قوي بدأت البنوك من المقايضات والحاجات اللي اشتغل عليها من قروض تتدايق وبدأوا بغل شديد يعلوا في الفوائد لدرجة ان بعد كده ما بقتش بنوك عايزة تديله عشان ياخدوا ويبني وهو ما كانش بيسدد خالص كان بيغرقوا طبعا واحد قريبه اللي هو اسماعيل المفاتش ده كان اخوه في الرضاعة وكان هو لمسك الماليات وكان عظمة كبيرة جدا في الدولة واكتشف بعد شوية اسماعيل انه الدنيا غرقنا في الفواتير واحنا مش عارفين نزبط الموضوع بدأ ايام الفكرة غريبة كده قال لهم يا جماعة يلا بينا ادفعوا درايب ست سنين قدام وبعد كده لما يجي الوقت ده حديكم نص التذكرة يعني ادفع لي النهاردة ست سنين درايب ولما بعد ست سنين او بعد ثلاث سنين على حسب الاتفاق مثلا انا هبتدي اديك نص الدريبة بس يعني كأنك سددت وانا بعد كده كأننا اللي خدت قرد منك يا شعب يعني وبدأت الناس تدفع وبدأ يحط في الخزانة فلوس ولكن في الوقت ده الدول الكبرى اللي كان مستخدمها عشان وبيوت المال اللي فيها بالمناسبة البيوت اللي هي بيت مال يعني الناس اسرياء عاملين نوادي معينة بتسلف وعشان تعرفوا الاجحاف الرهيب اللي حصل الرجل ده استلف 35 مليون جنيه وفي يوم من الايام لما استلف 35 مليون طبعا 35 مليون ايام من خده اسماعيل انتم متخيلين المبلغ ده عامل ازاي وصلوا منهم بعد العمولات 11 مليون بس يعني هو كأنه علي 35 بس هو مسك في ايده 11 عشان تفهموا بس احنا قد ايه كنا مربوطين من رقابتنا وفي الوقت ده الخده اسماعيل بدأ يغضب العالم كله بانه هو يلم فلوس تاني وبدأ يوقف على رجله وهم ما استنوش انجلترا بدأت تضغط على الباب العالي في الاستانة وبدأوا قلوهم يا جماعة احنا الراجل ده مورطكو الراجل ده احنا هنضغط عليكو جامد قوي احنا المانيا فرنسا انجلترا والنمسا عايزين فلوسنا عايزين حد يحملنا المصالح بتاعتنا من هذا الرجل ومن هنا بدأ يبقى فيه ضغط جامد على الاستانة وتم عزل الخده اسماعيل وتولية ابنه اللي هو ما كانش يعني احسن اتفاق مع ابوه توفيق وتوفيق كان عام زي سعيد سنة كده فيه تسامح فيه مهدنة والخده والتوفيق قاعد فترة صغيرة جدا وما لبث الاحتلال الانجليزي في 1982 انه يدخل في تلقيكة ثورة كده اللي هو يا جماعة ايه ده حصل ضربة في اسكندرية واحد مكاري اللي هو بيجور الحميرة تخانق مع راجل من ملطة ضربوا بعض الراجل من ملطة ضرب الراجل بتاع الحمار موته فقامت ثورة الشعب ضرب في الراجل من ملطة راح داخل الناس طليان هوب ناس يونان ضربوا بعض ايه ده المصريين بيدربوا الاجانب حرم عليكو يا بتطاهدونا انتو احنا خايفين على مصالحنا الاسطول الانجليزي يتوجه الى المواني بتاعة اسكندرية وتقف ويبتدوا يشاوروا على الطبيات اللي هي بتحمل كلمة طبيعة اللي من الشطرانج دي اللي هي بتحمل المدافع اللي هي الاعمدة اللي شايلها المدافع وبدأوا يقولك نكسوا نزلوا المدافع فالسلطة المصرية رفضت بقيادة احمد عرابي كان وزير الجهادية في الوقت ده اللهم لا 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 فيش كلام ده خالص نزل المدافع اتلككوا راح هم قصفين الاسكندرية دكنها للدرجة ده دغدغوا الالعب بتاعة قايد بايل موجودة كسروها والصور موجودة على الانترنت تقدروا تشوفوها مسحوا اسكندرية خالص بمبانيها ضربوها ودخلوا اكتاحوا اسكندرية وفي المعركة مع احمد عرابي يقدروا ان هم يأسروا هذا الرجل اللي حاول يقف بشكل ما اتصادهم ولكن مين اللي يقف قدام القيادة الانجليزية في الوقت ده اللي هي كانت اكبر دولة وامبراطورية في العالم واكتاحوا مصر وطبعا في الوقت ده الخدو اسماعيل كان في البحر في مركب وسببهم يدخلوا عشان يحموا المصالح ويرجعوا على العرش رجعوا وفضلوا قاعدين في مصر ومن هنا بدأنا لحظة مهمة جدا في تاريخنا اتنين وسبعين اربعة وسبعين اكتشلي سنة من الاحتلال الانجليزي اللي طبعا في الاخر ادى بنا الى نتائج كويسة جدا في ان احنا بقى عندنا دووين بقى عندنا بوليس منتظم بقى عندنا بعض الحاجات الكويسة ولكن قصادها كان فيه دفع جامد او زي ما قلنا في اول حلقة احنا لازم ندفع فلوس كتير اوي اوي في حاجات كتير عشان نقدر نعيش المشروع بتاع قناة السويس كمان كان من اهم الحاجات اللي خلت انجلترا تحط عينها بشكل كبير جدا جدا على مصر يعني دخول النهاردة انجلترا مصر كان لانه قابليها بسنوات بسيطة احنا النهاردة في فترة التسعة وستين يا دوبك معداش عشر اتنشر سنة انجلترا راح تدخلها السبب الرئيسي والسيطرة على هذه القناة الجانب الفرنسي كان مسيطر عليها دخل الجانب الانجليزي راح وكل مصر بالقناة خلاص هو كده تملك المواصلات للهند كل تجارة العالم بتمد ايديها بدأ يدخل يتدخل ويعدل في القناة ودخل في شركة القناة وبدأ يحط ايده ويشفط مننا فلوس يا جماعة مناجم دهب خرجت من مصر بسبب كل بارجة بتعدي بتدفع فلوس قد ايه قناة السويس مهمة جدا جدا والسيطرة الانجليزية اكدت هذا الموضوع وتغلغلوا في تاريخ الشركة وبدأوا حطوا اديهم في كل حاجة لغات ما تملكوها مصر كانت بتحصل على خمسة في المية فقط من اراد قناة السويس انتوا متخيلين احنا فين حاجة مزهلة جدا فكان لازم يحصل في اللحظة دي زعل على هذه القناة اللي تبنت بالمناسبة بصخرة شديدة تبنت بدون اكل ولا شرب ولا مية ولا الناس ماتت قد كده فيه ناس ماتت جوه القناة يا جماعة يعني جسس موجودة النهاردة في مجرى القناة دفنوا جوه ناس ما خرجتش اصلا من الفلاحين المصرين الغلابة اللي يدروا ان هم يبنوا هذه القناة بسواعدهم بشكل كبير فطبعا قصة محزنة جدا ولكن في الاخر كان لازم تستمر فترة كبيرة اوية انتم متخيلين احنا نقول لغاية سنة ستة وخمسين نهاية العقد بتاع القناة كان سنة تمانية وستين وانجلترا بدأت تقلق وتعالوا نشوف استمرار القناة في الفترة دي كلها حصلوا ايه مرورا بقى في فترة خمسة وستين ايه ستة وخمسين اللي احنا هنتكلم عنها ذكراها النهاردة يلا عمرنا ما اعرفنا اقدر ابدا كمصريين قوة قناة السويس لان احنا عايشين جنبها زي بالظبط اللي ساكنين جنب الهرم كده عمرهم ما بيبصوا للهرم على انه يعني عجب مجرد محطة قناة السويس يا جماعة على مستوى العالم هي من اهم المشاريع اللي مسك شريان العالم وطبعا لما جات البخيرة ايفر جرين عتلت وراح تسدلنا القناة بالعرض كده احنا ادركنا العالم قدقي عتل والاسعار غليت والدنيا وقفت احنا مسكنا عصب من اعصاب العالم دون ندر لانه الناس لو قرنت قناة السويس بانه ما فيش قناة السويس وهيعدوا يلفوا حوالين افريقيا كلها بعدد ساعات وايام اطول بمراحل رهيبة جدا بتكلفة اعلى بكتير جدا هندرك قدقي قناة السويس لها اهمية كبرى بس احنا لا ندري هزا الموضوع طيب فضلت قناة السويس تحت الاحتلال الانجليزي بشكل كبير ومسيطر عليه وبصمت وفضلت كده تظهر في المعاهدات بتاعت سعد الزغلول وسعد الزغلول يموت وبعدين مصطفى انحاسي تكلم وبعدين معاهدة ستة وتلاتين حصلت المعاهدة بتاعت ستة وتلاتين لو احنا عايزين نفهمها هي معاهدة كانت بتقول كده انه لازم ان احنا في لحظة من اللحظات في حياتنا نبتدي الجيش الانجليزي ما يعودش عندنا وما يعودش بقى في الفكرة بتاعت انه لو حصل مشكلة انا هاجي وانا اللي هتدخل ومصر ارض مقاعدة عسكرية وبتاعه وطبعا كان فيه ذكر قناة السويس في هذه المعاهدة ان فيها سيطرة كاملة علينا ففجأة بدأ النهاردة الغاء معاهدة ستة وتلاتين طبعا الغاء ده قلق بريطانيا جدا انتو نوينا على ايه وبدأ يبصوا للاجل بتاع الدخول جو قناة السويس كاستغلال هما كانوا ماضين وشايفينها بعيد احنا فين وده فين سنة تمانية وستين لقوها بدأت تقرب جدا فضلها خلاص عشرين سنة ولا خمسراش سنة فبدأوا يأمنوا نفسهم بان هما يعملوا مضايقات للقصة دي وفضلت الدنيا ماشية من ستة وتلاتين ها ها لغاية سنة ستة وخمسين بدأنا نقول اربعة وخمسين اتفاقت الجلاء ستة وخمسين الجلاء الكامل خد سنتين على ملم نفسنا ونمشي بدأوا يدونا بقى ايه طب احنا هنعمل الجلاء طب والله قبل خمسة ايام ما نمشي احنا هنمشي قبلها بدري حتى والله وهنسيب القوات بتاعتنا تمشي بدري وعملنا حفلة ونعزم عليها الرئيس جمال عبد الناصر عشان نعمل احتفال ان احنا ماشيين وبتاع كل الكلام المحلاسة ده علشان قناة السويس نمد الامدياس بتاعها عشرين سنة فوق العشرين سنة نقعد كده يعني نشتغل عليها زي الفل طبعا في اللحظة دي كان في حاجة بتحرك الاحداث بطريقة تانية كان في احتمالية كبيرة جدا ان احنا بلدنا تبني السد العالي بناء السد العالي مبلغ رهيب مليار وشوية في الوقت ده في الستينات فبدأنا نقول يا جماعة احنا السد العالي عايزين نبتدي ان يشتغل عليه ادونا قرد وطبعا مين اللي لدينا قرد انجلترا وامريكا عايزين قرد البنك الدولي قالك لا اصلا موقفكو والله مش ثابت ماليا وانتو وبعدين انجلترا خلاص ماشية فما فيش ضمانات فبصراحة لازم نلزل عليكو بقى منتو ناس قاعدة لوحدكو في الموضوع يا جماعة دونا قرد طب والله ايه هنفكر طب الدونا قرد طب الفوادى تبقى غالية طب الدونا قرد اصلا مفيش حد بسنتكو امريكا وانجلترا رفعين ايديهم من الموضوع اتخنقنا جدا جدا عايزين فلوس بقى اي شكل عشان نبني هذا السد لان ان الفيضان بيجي بيهضر الميا وبيبوز الدنيا وبيطرتش ويغرق البيوت وما بنستفدش بالميا بتاعته بشكل كافي وبتجري الميا بعد كده عالبحر متوسط ومش قادرين نتحكم فيها محتاجين نعمل سد عالي وليه برضو البنفتس بتاعته وليه المزايا وليه العيوب برضو صد الطمي وعمل مشاكل بس ولدنا كهرباء وده سيطرنا على الميا معقولنا انه مفيش حاجة مفيش تمن يا جماعة في الاخر قدرنا ان احنا نفكر في فكرة ان احنا طب ما احنا قناة السويس اللي بناخد منها خمسة جنيه كل بتاع دي خمسة في المياة ما ناخد قناة السويس وبدأ التدبير السري لاخد قناة السويس وطبعا كان هما بيقولوا بيروّجوا على مستوى العالم في وقت الجلاء انه خدوا بالكوا يا جماعة احنا كانجليز والخبراء الروس اللي كانوا موجودين والناس اللي كانوا سوري ما الروس هناس Veni خبراء الانجليز قبل خبراء الروس اللي رجبوا بعد كده وقعه ده رئيس ستاته. انه الخبراء الانجليزي اللي موجودين لو انسحبوا من القناة من شركة القناة قناة دي هتوقف ومش هتعدي البارجات والكلام ده كله. وطبعا كفي ازمة تانية على مستوى تاني ان اسرائيل في الفترة دي جابت بارجة جاية من دولة تانية خالص وراحت مغيرها العالم بتاعها اشتريتها وغيرت العالم بتاعها وبدأت تعدي في قناة السويس في حركة استفزازية عشان تعمل بونت ومشكلة. الحركة دي استفزتنا جدا تم مصادرة هذه البخيرة لان الرئيس عبد الناصر كان رفض المرور البارجات الاسرائيلية عبر القناة لان احنا كنتنا في وانطقة ملتهبة جدا من 48 والاحتلال الاسرائيلي ومن هنا لما رفض هذا الموضوع اسرائيل عدت البارجة بالعالم العادي وبعدين غيرت العالم وعملت لعبة كده مش لطيفة فتم الاستلاء على هذه البارجة يعني مش معنا انت تحط علام دولة تانية وبعدين تغيره بعالم اسرائيل وبعدين ما تلعبنيش صدر البارجة والعالم اتقلب وانجلترا تدخلت وبدأت تقول بصوا يا جماعة اهو هيقفل على القناة واحنا لو سحبنا الناس بتوعنا القناة دي هتوقش عرفوا دوروها المصريين وبتاع الراجل بصراحة درب ناس وجاب ناس تدور القناة وفي يوم من الايام طلع قال الخطاب بتاعه بالليل وفي وسط الخطاب بتاعه قال له تم تأميم شركة قناة السويس شركة مساهمة مصرية وسريخه بتاع في الوقت ده في نفس قبل يبدأ ايه في عدة كده الرجل على رئيس عبدالناصر قال له احنا تمام يا برينس احنا فولة ايه اللي كان بيحصل في قناة السويس ان ببنى قناة السويس تم الاستلاق عليه وتم القبض على كنا سلم موجودين وازحتهم وتم تمشية كل الاجهزة بطريقة لطيفة جدا عشان القناة تكمل ماشي واستولينا على القناة ما كناش نتخيل التدعيات اللي كانت ممكن تحصل ولكن فجأة حصل عدوان من تلت دول في وقت واحد على مصر من انجلترا وفرنسا واسرائيل اعتداء سافر رهيب مرعب وده كان اعتداء بربري جدا جدا وسريع وما كانش محسوب منهم كان فعلا على مستوى العالم اعتداء مش محسوب دخلوا بضرب شديد جدا في مصر واستولوا على الاراضي وبدأت اسرائيل تدخل من العالمين وده من الشمال وده من الغرب وبدأوا اضربوا فينا بقوة شديدة تخيلوا احنا قد ايه كنا في الوقت ده عندنا مشكلة كبيرة جدا كمان في السلاح لانه من الحاجات اللي قومت الدنيا انه لما طلبنا سلاح من انجلترا اللي هي كانت محتلانة ورفضوا بعتونا شوية دبابات من غير قزايف يعني مديك الطبنجة بس من غير رصاص وبعدين لما ضغطنا شوية دونا عشر قزايف لكل الدبابة فحسينا القيادة السياسية ان الدنيا مش مزبوطة خاصة فبدأنا نتجه الى عزين سلاح من روسيا عشان ما يبقاش السلاح جاي شكله روسي فانوقع ما بين الدول تم الادعاء ان هذا السلاح من يغوزلافيا وخدنا سلاح من الناحى التانية فكل العوامل دي مع البرجة الاسرائيلية مع فكرة قناة السويس مع ان هما متضايقين عشان هيفقدوا الامتيازات كل ده قدى ان التلات دول دول تجننوا واسرائيل دخلت في النص اللي هو ايه يلا بقينا وراحهم داخلين ضربين فينا ولكن الصد بتاع هذه الدول من الجيش المصري وطبعا بمساعدة كاملة من روسيا وامريكا في الضغط الوقف هذا الاعتداء عشان طبعا هما مدركين الانجلترا وفرنسا لو دخلوا مصري تاني وسيطروا على القناة هيفقدوا هما كمان حريتهم في كل حاجة الدنيا مصالح يا جماعة والسياسة ما فيهاش ابدا عطف ولا رحمة يعني في الوقت ده احنا قدرنا نصد هذا الاحتلال وخرجوا بالعافية من عندنا سولوا على بعض الاراضي كمان يعني فضلوا مسكين فيها شوية ما سابهاش وده كان سر قاعد سنين لغاية ما تكشف بعد كده وبعدين مرورا من ستة وخمسين لغاية سبعة وستين احنا كنا زي الفل لغاية ما حصل بعد كده العدوان السلاسي انا اسف العدوان الصهيوني اللي هو دخل اخد تاني قوة قناة سويس مننا لمدة ستة سنين كمان وبعد كده مفاوضات لغاية كام ديفيد قصة قناة سويس كانت قد ايه نعمة ونقمة علينا بشكل كبير استفدنا منها والنهاردة احنا نستفيد منها الحمد لله بقوة وعملنا فرع تاني وكل حاجة ولكن في الاخر هي كانت بجد معمولة بالدم لأقصى حد عشان نقدر ببعندنا هذا المشروع اللي اصار حسد العالم زي النهاردة كان فيما رجيح مولد النبي في قناة سويس واحنا عادينا عادي جدا في الكافي مش وقدين بنا خلص 26 يوليو بس 52 نرجع اربع سنين في الوقت ده كانت الحافة والمنطقة اللي كان فيها الملكية بتسلم الجمهورية تغير النظام في مصر بعد سنين طويلة جدا جدا من ايام محمد علي ومن قبل محمد علي في فكرة الملكية او فكرة امتلاك الدولة بطريقة ملاش علاقة بالديموقراطية او بالجمهورية او او يوم اتنين في سنة 52 يوم 23 يوليو الزباط الاحرار تنظيم بداخل الجيش بدأ يتحرك لتحريك الفكرة الجيش كان محطوط تحت وضع صعب جدا ما كانش بالله من هي هتوصل لمرحلة انها نتملك كل حاجة ولكن كان الامل في اللحظة دي انه هما يغيروا سيستم الجيش اللي كان عنده مشكلة كبيرة جدا جدا مع الحكم في اليوم ده بدأوا يمشوا بمسيرات من الدبابات حوالين قصر عبدين وتم السيطرة على بعض الاماكن وتم اذاعة بيان بانه احنا هيحصل نهاردة حركة من الحركات الجيش علشان تحريك الفساد اللي موجود وعشان نحرك القضية وهكذا وانتوا عارفين طبعا تاريخ السنة 52 وهذا الانقلاب في السلطة اللي ادى الى وجود الجيش مطرح الملك فاروق وطبعا الملك فاروق كان رجل بشكل كبير حصل له كسرة كبيرة جدا جدا في يوم 4 فبراير لما الانجليز دخلوا عليه قالوا له انت ازاي تغير رئيس الوزراء برئيس احنا مش عايزينه ورجع الرئيس الوزراء اللي احنا عايزينه والدبات بره وإيه اللي هنشرك منع الحكم كسروا هذا الرجل مع مشاكل عائلية كبيرة جدا ما بينه وما بين والدته اللي سفرت امريكا وعملت برضو هناك مشاكل كبيرة وراجل حوصر بالمشاكل وحوصر بالضغط الانجليزي وكان محطوط في حلقة ضعيفة جدا الملك فاروق يا جماعة لما قامت عليه الصورة كان عنده 31 سنة انتم متخيلين لما مسكس الحكم كان عنده 16 سنة الراجل يعني حاجة صغيرة جدا يعني 16 سنة بالهجري كمان يعني بس زبطوهاله هو مواليد 20 فاهمين حاجة ومسك 36 يعني 16 سنة ومشي 52 يعني الراجل قاعد في الحكم مدة مفيش وعايل يعني 31 سنة مغرقوش شكله كده ان هو كبير بالشنب التربوش هو كان عنده 31 سنة كان حاجة صغيرة جدا ازاي يقدر يقف قدام النهاردة الرئيس محمد نجيب راجل اللي هو وفريق مهم جدا وصيب بتلت طلقات لذلك هتلاقوا عنده رقم 3 على سدره محطوط دايما والراجل خد على عاطقه ان هو قف وسط الثورة ويتصدر المشهد ومن ورس زباط الأحرار الشباب الصغير وصدروا هذا الوجه الكامل علشان يقدر ان هو يغير نظام راسخ بقاله سنين طويلة جدا والمهم شئنا ما بين حبينا كرهنا في الاخر الدنيا اوجه يعني انا مقدرش اقول ابدا ان ده كان صح او غلط قدمه صح الناس وغلط للناس تانية خلينا دايما نبص للأدب والتاريخ والسينما نظرات كده فيها نوع من الاحساس او التفاهم لطبيعة البشر واحتياجاتهم وان احنا نقدر نستوعب فلان عمل كده ليه يعني عشان بس نبقى فاهمين الدنيا مش ازاي فلو انا بفكر صح النهاردة الناس دي يوم اتنين وخمسين مشوا الملكية طلع بالياخت المحروسة ومشي في نص البحر والرئيس محمد النجيب وصل متأخر ولكنه طلع وراه على طول وقدر يلحقه في البحر ودخل قاعد معاه في اجتماعه وفي اليوم ده قال له جملة مشهورة جدا قال له انتوا اتغديتوا بيا قبل ما تعشى بيكون كلمة مهمة جدا من الملك فاروق وهو كان مدرك ان فيه ناس في الجيش بتتحرك ولكن ما كانش قادر يرصد الحركة دي جاية منين وفيه ناس من اللي كانوا مقربين ليه جدا زي رئيس الستادات كان في الحرس الحديدي بتاعه ومع ذلك هو لم يدرك ابدا ان هو ممكن يكون منضم لهذا التنظيم السري اللي قدر ان هو يستولى على الحكم وطبعا اي نوع من انواع الانقلابات اللي بتحصل يا اما هتبقى رئيس شرعي للبلاد وتبقى راجل واو يا اما هتعدم يعني عملية مفاش هزار بالنسبة للصورات على مستوى العالم فهم اخدوا ريسك رهيب في نقل البلد من اللحظة دي الى لحظة تانية ومن بعد سنتين بالزبط قدرنا نحصل على الاستقلال من انجلترا ومن بعد سنتين كمان مش كلهم بجيوشهم من عندنا التحريك هذه القضية اعتقد كان محتاج حركة من هذه الحركات بشكل ما طيب النهاردة اللي انا بتكلم فيه بقى مالوش علاقة بالذكرى دي اللي انا هتكلم فيه اتكلم على الاحساس بتاع الادب في اللحظة دي الناس دي يا جماعة بتتحطي الادباء بتتحطي في منطقة صعبة جدا لانه انا نفسي وجهت انت موقفك السياسي ايه انا قديب بكتب قصص موقف السياسي ممكن يبان في الرواية من جوا موقف الاحساس العام بالبشر ممكن يبان في الرواية بس في الاخر انا مش رجل السياسة وكذلك النهاردة اللي كان بيعلن عن موقفه كان بيتحط في منطقة كده اما يتضرب بالنار اما بيخلط بطريقة غلط او بيتحط على الرؤوس بطريقة غلط بيتسيكري من اخرين بس في الاخر هو دايما الادب بتاعه بيتأثر ودايما الادب بيتحط في منطقة ان الشعب بيبقى ملموم حواليه ارشدنا للصح انت بتقرأ اكتر مننا اقول لنا ايه الموضوع من الناس اللي كانت عندها مشكلة كبيرة جدا جدا القديب العظيم اللي انا بحبه جدا الساستة وفيه الحكيم الراجل ده النهاردة في بداية الثورة بدأ ان هو يشجع جدا الثورة وازالة الملكية وبدأ الموضوع معاه بان هو بدأ يكتب مقالات كويسة جدا جدا عشان يقدر يواكب فكرة الثورة واللي حصل فيها وطبعا الراجل ده صفحات الادب اللي تكلم عنها وكبت فكرة طبعا لو بس عشان نفهم تأثير توفيقي الحكيم هو كان تأثيره قبل الثورة عودة الروح هذه الرواية اللي اتكلمت عن ثورة تسعتاشر خلوا بالكم في الادب العربي الكلام عن ثورة تسعتاشر قليل يعني استاذ توفيقي الحكيم اتكلم عنها في عودة الروح استاذ نجيب محفوظ بين القصرين مثلا ده القديم اللي اتكلم عنها كله في وسط اللي فات وكله كان بياخدوا الثورة على الها مش عمره محد تكلم عنها وطبعا ما قدرش ابدا اخفي ان طبعا لما جات ثورة اتنين وخمسين اخفت دور تسعتاشر بشكل كبير مش اخفته بعن عمد او عن تجاهل ولكن في الاخر ما كانش فيه معنى ان احنا نذكر ان في حد انطفت سنة تسعتاشر يعني سواء بقى عشان نرسخ الحكم او انه زبطه فما يفعش نشير لحد تاني او او بس الادباء كانوا شايفين ده لان هم عشوه وعارفين ان الوفد كان ليه اهمية مهمة جدا وعارفين انه اللعبة كلها كانت في ايد الشعب في يوم الايام فكانوا في الاول دعموا هذه الحركة ولكن لما لقوا تجاهل لكل مجهود اللي حصل بدأت الادباء تدايق طبعا الرئيس جمال عبد الناصر قال في مرة انه من وحي اللي اتح له ان هو يفكر يعمل ثورة على هذا النظام هو رواية عودة الروح قد تكون رواية ادبية هي المنبت الاساسي لفكرة لزعيم سياسي ان هو ياخد قرار او يفكر ان هو يعمل طموح قوي جدا بناء على رواية كان يا مكان هي ما يعلم البشر للناس اللي بيقولوا الروايات مش مهمة يالله نقرأ كتب بس الموضوع الرواية هي الاساسي في تعليم البشر كل حاجة المهم من توفيق الحكيم هذا القديم العظيم اللي كان استاذنا جيمحفوظ بيعتبره استاذه ولما توفى بقى بيروح للمكتب بتاعه يعود على الكنبة مع انه ورس هذا المكتب في مكتبه بس بقى يعود على الكنبة ما يعودش على المكتب عشان ده مكتب استاذ وفيه الحكيم عشان تفهم وانا بدعوكم لقراءة ادب استاذ وفيه الحكيم لانه من اعظم الحاجات اللي كتبت الرجل ده بعد ما كتب كتير قوي عن الثورة وبدأ يدعمها بشكل كتير بشكل جامع بدأ ينتقد النظام وده من الحاجات اللي كررت النظام فيه جدا كتب السلطان الحائر وكتب بنك القلق وبدأ يعمل مسرحيات فيها الواقع السياسي وتدعيات الاحساس بالعالم الجديد اللي بدأ يتغير واللي بدأ بالنسبة له يحيد عن الخط بتاعه وطبعا قيادة عبد الحكيم عمر في الوقت ده اعترضت جدا وتدخل رئيس عبد الناصر ان هو بدأ يقوله سيبه يكتب وخلينا ننفس عن الناس وقدروا يسيبوا توفيه الحكيم عشان ما يتحبس وما يحصل لهش مشكلة كبيرة جدا وكذلك النهاردة الأديب ناجي محفوظ برضو كان عنده التباس جامد جدا في بداية الثورة ويمكن في السلاسية كان بيدعو الى الثورة على هذا النظام بشكل كبير و56 و57 كل الفترة دي كانت بتحمل بين القصرين وقصص الشوق السكرية وفيه ثورية شديدة جدا ولكنه في بعض الوقت ويمكن بعد العدوان السلاسي بالذات بدأت تتضح عنه فكرة عن انه فيه فساد حصل وفيه مشاكل حصل وزي اي نظام في الدنيا ممكن يبقى فيه ناس فسدة في النص بيفسدوا الوجه العام للحياة وبدأ يستشعر ده جدا ومن هنا بدأ يكتب روايته الخالدة ففرة فوق النيل اللي مثل مصر على انها عوامة في النيل وبيحضرها كل فئات المجتمع بيسكروا وانبسطوا فيها من قدباء ومن صحفيين وبدأ يقول هذا هو المجتمع من فنانين وهما دول بيقودوا المجتمع كلهم فقدين للرؤية وبينتهي الموضوع بانه العوامة بتتفكي الجنزير بتاعها وبتوه في النيل وبدأ النهاردة يتحط عليه العيون وحاصل غضب على استاذ نجيم محفوظه ولكن برضو في الاخر لان اسمه كبير جدا كان صعب قوي ان النظام يقدر ياخد استاذ نجيم محفوظه وكتبها ستة وستين واثنشر التمانية وستين وعبد الحكيم عامر في اللحظة دي كان حي معاه عافل وخلاص ولكن في الاخر برضو رئيس عبد الناصر تدخل وقال بس يا جماعة ما تعملوش كده وطبعا كان في حزف في بعض رواياته زي الحب تحت المطر والكرنك علشان يخف حدة الانتقاد نجيم محفوظه كان بيقول الحاجة ولكن في اطار ادبي من غير ما يكون بيقول الحاجة في اطار يبوز الدنيا تعالوا ناخد بريك صغير ونرجع نكمل تاني ايه اللي حصل من الادباء او في الادباء بسبب صورة يوليو واللي سندوهم واللي ما قدروش ان هم يقفوا قصاد الاتجاه القوي ده في بلدنا انتو مع التوليفة مع احمد مراد برعاية اي ريد على نجوم افقام ونجوم افقام تي في بنتكلم على الزكرة النهاردة 26 يوليو 56 وقلنا بنتكلم على التأمين بتاع قناة السويس ودلوقتي بنتكلم على 52 26 يوليو ورحيل الملكية وكلمنا عن المنطقة بتاعة الادباء وازاي ان استاذ نجيب محفوظ خدوا موقف الاول من الثورة في تشجيع تغيير هذا النظام لان هما في رواياتهم عودة الروح ورواية بين الاصرين اللي الكلمة عن 2019 وما حدث فيها بدأوا يحسوا باغفال لدور سنة 19 وتغير كامل في فكرة ان هما النهاردة بدأ يحصل ان الثورة مع ماليتش المقدر لها وحصل ظلم وبعض الفساد اللي كان موجود فبدأوا يقلبوا موقفهم وده ظهر في رواياتهم بشكل كبير ومن ظهور هذه روايات بدأ يحصل مضايقات شوية ولكن كانت القيادة السياسية حكيمة انها ما تحبس اتنين من اهم ما حصل او حدث في هذه البلد من توفيق حكيم او نجيل محفوظ كان في رؤية واحترام ليهم فما تمش ده ولكن اكيد الموضوع ما كانش سهل النهاردة لما نبص لتجربة من بعيد نجد ان في احترام كامل لشجاعة الناس دي اللي قدرت انها تحط موقفها بشكل كامل قدام العالم وتقدر تخلده من هنا نقدر نقرأ المجتمعات لو عايزين تعرفوا المجتمع بجد لو قررتوا كتبوا السياسية فقط النون فيكشن هتلاقوا ان فيه ايدولوجيات وفيه هوائيات انا بكتب وانا بحبها وبكره لكن الشيء الوحيد اللي حسسني بالشعب وبالحياة الحقيقية هو المنطقة بتاعة الروايات عايز تفهم شعب بجد اقرأ رواية عن سنة ستين كان ايه اللي بيحصل هتشوف وتسمع نبض الناس الحقيقي بجد نرجع هنا بعض الحاجات اللي بدأت تحصل برضو في اللحظة دي انه مثلا النهاردة لما نبص على الرواية بتاعة رد قلبي لأستاذ يوسف السباعي وهي من الروايات اللي دعمت جدا الفكرة بتاعة الثورة وطبعا لما نيجي نبص النهاردة رد قلبي سنجد انه الكليشي الرهيب اللي موجود في المنطقة بتاعة الباشا مثلا او شكل الباشاوات اللي طلع بيدربوا النار وبيدربوا الناس وبيتعاموا معا بظلف شديد جدا ومطلع طبعا فكرة الجنيني اللي عايز يتجاوز ابنه بنت الباشا والكلام ده كله طبعا حاجات كانت النهاردة حتى ايفن النهاردة لو فيه النهاردة راجل جنيني عايز يتجاوز بنته لابن رجل اعمال او بنت رجل اعمال مالوح يبقى صعب لانه الطبقات الاجتماعية في مصر بالذات بتاعني جدا بالتعليم وبتاعني يعني يمكن في دول تانية بتاعني بالريس ده نزم مجتمع ففي الاخر هذه روايات او رواية زي رد قلبي لم تؤتي ثمارها او بعد كده بنبصرها لانها رواية ما قدمتش الوضع اللي ممكن فعلا يكون حقيقي وده مثلا ممكن لما نبصر الرواية بتاعت استاذ احسان عبد القدوس في بيتونة رجل اللي تشهرت عندنا لبعض الناس اللي بتقري غلط في بيتونة رجل اللي كانوا بنتقى غلط في بيتونة رجل قصة حب الاستاذ يوسف ادريس دي برضو تناولت برضو المنطقة بتاعة الثورة وما حدث فيها ومن اهم اهم الروايات اللي اتكلمت على نهاية العهد الملكي وبداية الثورة اه وانا كان لديه حظ ان انا عاشر هذا الشخص العظيم الكاتب الكبير الاستاذ جمال حماد وطبعا ابن الاستاذ اه يعني انا بذكر هنا طبعا لانه في الاخر لما نفكر في الفكرة دي عامة كفكرة ان رجل من السلطة وسكرتير الرئيس مع احمد ناجيب ويبقى شاعر هو اللي كاتب بيان السورة وبعدين يقوم كاتب الرواية العظيمة اللي اتحولت لفيلم كبير جدا بطولة الفنانة سعاد حسني كالليه حظ ان انا اتعرف بسيادة لواء طبعا طارق حماد اللي ابن الاستاذ والدكتور جمال حماد ربنا ارحمة رب اللي اعرفني به وقدرت اقعد معاه في البيت في سن التسعين واسمع منه كواليس خلتني افهم ازاي اكتب طراب المسأة دي تعلمت منه ما حدث فترة الخمسينة بطريقة مختلفة جدا جدا الراجل ده النهاردة طبعا ساعدني في ان انا افهم الدنيا كمان عن طريق رواية غروب وشروق ازاي العهد الملكي كان بينتهي بطريقة العهد الملكي بشروره ومشاكله وفساده اللي كان موجود وطبعا فيه اوجه كويسة جدا برضو في العهد الملكي كانت موجودة ما فيش عهد وحش كله يا جماعة ولا عهد حلو كله في الاخر دايما الدنيا فيها اوجه جيدة واوجه صعبة عشان بس بلاش التطرف في نظرتنا للتسويد الاشياء او طبيضها غروب وشروق بيتحدث عن الفساد ويتحدث عن ازاي الثورة كانت حتمية بشكل كبير وده فيلم النهاردة كان مهم جدا لان فيه طبعا رجل ابوزة وصعد حسن ومحمود الميليجي وطبعا في الاخر البوليس السياسي كان بيعمليه في عهد الملكي وازاي احنا قدرنا النهاردة نروح لمنطقة تانية من الثورة وده كان مؤيد جدا لظهور الثورة في المجتمعات وبعد كده او الثورة 52 بالذات وبعد كده هتكلم عن رواية شيء من الخوف للراحل سروة ابوزة اللي تحولت لفيلم من اعظم وقلزه واطعم الافلام بطولة الفنانة شادية برضو والاستاذ محمود مرسي وطبعا شيء من الخوف من الحاجات المؤسرة جدا جدا باغنيها اللي اتعملت عشان تجسد اللحظة الغضب السياسي في شخصية عتريس ومن هنا بدأ شيء من الخوف اتمنع فترة على فكرة والرئيس عبد الناصر بعد كده شاهد الفيلم وقلق سيبه وينزل ما فيش مشكلة رغم ان هو كان فيه اشارات للنظام السياسي القائم في الوقت ده بصراحة موقف القديم دايما صعب لان هو بيبقى محطوط عليه ضغط عام من فوق بشكل كبير وضغط شعبي من تحت ان انت عايزينك تقول اللي يجسد ويمثل البقرة اللي احنا عايشين فيها عشان نبحائين ويبقى معرد الراجل ممكن يسجن او يحصل له مشاكل في عهود صعبة ممكن ده يحصل بشكل عادي جدا جدا ولكن طبعا مع مرور الزمن بدأ يبقى فيه ظروف اخرى تماما للتعامل مع هذه الاشياء وفيه زكاء تاني في طريق كتابتها وزكاء في تناول السلطة لكل الانتقادات بشكل ما بطريقة مختلفة بتختلف عبر العصور وبتبقى موجودة ما بين الرقابة على المصنفات وموجودة ما بين رقابة الشعب نفسه وما بين رقابة المؤسسة النشر وما بين رقابة الدولة كل ده المفروض الاديب ان هو يقدر يمر ما بينه عشان يقدر يقول كلمة حق في شعب حالي دلوقتي ويقولها لاجيال جاية بعد 30-40 سنة احنا نقدر نقرأ المشهد السياسي اللي كان موجود في الستينات والخمسينات عبر كتابات استاذ ناجي محفوظ استاذ توفيل حكيم نقرأها النهاردة ونترحم عليهم ان هم في وقت ما قدروا يقولوا حقيقة وتحدوا لحظة صعوبة شديدة جدا عشان يقدروا يوصلوا لنا الجيلي النهاردة قدر فهم الحقيقة كانت عاملة ازاي بدون ما يبقى فيه نوع من البرمجة العقلية اللي هي ثورة يوليو طبعا اعمال بتتكلم عنها نسبة للنهاردة للذكرى بتاعتها في بيتونة رجل طبعا ده الاستاذ احسان عبد القدوس وده رواية عظيمة جدا جدا وتعملت في خمسينيات القرن وتعملت عنها فيلم سنة 61 ودخلت ضمن افضل ميت فيلم مصري كمان وطولة استاذ عمر الشريف ورجعباز وحسن يوسف وطبعا اتعملت مسلسل تليفزيوني بعد كده بطولة الفنان فارول في شاوي ربنا يا رحمه رحمهم جميعا بداية ونهاية معدل استاذ عزيزان يوسف ربنا يديله الصحة طبعا هو الباقي من هذه الكوكبة المهمة جدا فيلم بداية ونهاية طبعا استاذ نجيب محفوظ من اعظم الحاجات اللي حصلت المشهب بتاع سناء جميل فنان الرهيبة مع على النيل مع عمر الشريف مشهد لا ينسى ابدا قاسي في الكتابة قاسي في السينما جدا جدا وطبعا ده عمل استاذ نجيب محفوظ اتكتب سنة 49 من قصة حقيقية لأسرة عاشرها وبدأ يتكلم عنها من مرحلة الفقر في فترة التلاتينات وبعد كده الطبقة الوسط حصل فيها ايه من خالخلة في الفترة دي وطبعا تراجيديا عالية جدا في هزي روامن اعمق ما كتب واخرجه استاذ صلاح ابو سيف وطبعا ممكن نبص برضو على رد قلب الأستاذ يوسف سباعي اللي انا قلت ان هو فيلم بشكل كبير كان دعائي جدا جدا لثورة يوليو بشكل يمكن كان مباشر قوي ويمكن لما نتفرج عليه النهاردة نجد ان فكرة المباشرة الشديدة اعتقد انها ما عاشتش في هذا الزمن أستاذ يحاقي كمان كان عنده رواية مهمة اسمها صح النوم وكانت برضو مجموعة قصية تعتبر اقرب منها من فكرة الرواية وبرضو بيكلم عن قرى الريف فلسفة رمزية لطيفة جدا بعد ثورة يوليو وتطور الأحداث في الوقت اده كان عامل ازاي طبعا فيه كمان كتاب حديث لأستاذ إبراهيم عيسى اسمه كل الشهور يوليو وهو بيتحدث بتاريخ رهيب رواية تاريخية بشكل كبير تاريخية وتاريخية عن هذه الفترة بنتفرج على كواليس تصنيع ثورة يوليو ازاي تحركت وحدث الكتاب من قلبة عظيم لذيذ مش تعرفوا ابدا تبطلوا تقروا وطبعا اللي عايز يفهم بالزبط اللي حصل اعتقد ان المصادر كبيرة جدا حظنا حلوة قوي ان احنا بلدنا قراخت للفترة دي بشكل مختلف ولازم نقرأها زي ما قلت لكم من تلك الجهة عشان نفهمها ارجو تكونوا استوعبتوا ان في حاجة كتيرة حصلت زي النهاردة واحنا قاعدين في الكافي مش واخدين بنا ونستوعب ان احنا لازم نقرأ كواس قوي عن الازمينة اللي فاتت عشان نعرف احنا رايحين على فين بعد كده او لما تحصل حاجة شابه اللي فاتنا بقى عارفين بالزبط نتعامل مع هزي على اقل هو دي قيمة الاراية اياه عشان كده بقول دايما I have to read I read هو ده اللي دايما بنحاول نروجله عنه اشكركم جدا وشوفكم الاسبوع الجاي وحتوحشوني جدا 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 سلام